بسم الله الرحمن الرحيم مساعدين الكرام. ولدينا هذا الجبادور. ولدينا هذا التعرفين الذي هو يعمل اولا بالكيطان وتم اصابهم بهذا الشكل. بهذه المهمة اقوم بملئه بهذا العقيق بالنسبة هذا العقيق. لدينا هذا الموزن. كذلك الى هذا. هذا العقيق من مبسر. في ذلك الموزن املأ به هذا العقيق السرع. هذا هو العقيق السرع. وهو من زجاج. في هذه الاماكن الخاوية. نضع فيها هذا. هذه الحجرة. على بركة الله. ماء الابرع بالخيط على اربعة. وابدأ. اول. وابدأ. اول. برزة بالخيط. والابرع. في هذا. في هذا اه العينيلي. هذا هو الموزن. املأه بهذا العقيق السرع. اشتركوا في هذا. مرحبا واستمر واستمر لايك ده اه يعني قليل بعد قليل حتى اكتمل من هذا الكمام واتوقف اللحظة واتركه مع موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 بهذه الفرق اخذ هذه الحجرة واملأها في وسط اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة فهي تشابه البروزات التي كنت بها سابقا مثل هذه مثلا واعود بنفس التارقة في هذه اشتركوا في القناة 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 فوهو الطهر وهذا هو الابضاء الابضاء الام الكمام العسر ثم الكم الايمن. الان وصلت الى مرحة اجابة الى طريقة اخرى وهي نسق الاحكاد. الاحكاد الذي لديه الاحكاد سقلي. ببركة الله اقوم بالقطيع الاحكاد. الان في مرحة الاحكاد. اجتناه الان اسمار. امام يبدو باحلها. الان في مرحة الاحكاد. اشتركوا في القناة